الحقيقة أنا عايزة أبتدي بموضوع غريب جدا غريب جدا يعني أنا الحقيقة اتفاجأت بيه مبارح وعايزة أقول لحضراتكم دايقني جدا يعني مش عارف ممكن تتدايقوا معايا ولا لأ بس أنا مش حابة دايقكو يعني بس حابة أحكي الحكاية شاب اسمه محمد قمصان عنده 22 سنة تمام من مدينة دسوق المؤم الشاب ده كتب على صفحته من حوالي أسبوع نشر صورة ليه وهو بيدحك كده وشعره طويل ونشر صورة كمان ليه وهو من غير شعر زي ما حضراتكم شايفينه كده في الصورة المهم إيه اللي حصل المهم إنه هو قال أنا بعاني من السرطان وفي مرحله الأخيرة ويدعولي ويدعوا الأم ربنا يصبرها وأنا حاس أن أنا هموت خلال الأيام اللي جاية وأنا ما بحبش الظلمة فأرجو أن أهل ما يتفنونيش بالليل في المدافن يودوني المدافن الصبح وكلام بقى من اللي يقطع القلب كلام بقى من اللي يخل الواحد وهو بيقراه قاعد يعني كده يعيط اللي اتفاعل مع محمد ده كم واحد عشرات الألاف من الناس ده لأ يعني مش هبالغ لو قلت ملايين من الناس من جوة مصر وبرة مصر اتفاعلوا مع محمد طبعا من ضمن الناس دي بعض رجال الأعمال وبعض الناس المقتدرين اللي قالوا محمد إحنا معاك إحنا ممكن نصفرك برة مصر على فكرة تعالج إحنا معاك إحنا ممكن نوفر لك سرير في أحسن مستشفى في مصر ومتعولش هامل تكاليف يابني ما تقلقش واللي عايز يدعمه نفسيا والفنانين اللي عايزين يكلموه عشان يهزروا ويتحاكوا معاه فهو الولد يعني اللي بقى وقفين جنبه دعم نفسي وحاجات كده يعني حاجات من ذلك القبيل يعني أن طلعت مجموعة من الناس يبدو أن هم من السادة الأطباء راحوا دخلوا على الصورة بتاعت محمد اللي هي بشعره والصورة اللي هي من غير شعر قالك فيه حاجتين لازم تاخد بلك منهم أول حاجة الولد وشه في الصورة اللي هو أصلع فيها من غير شعر عادي وشه عادي برضو وبيضحك بنفس الابتسامة ووشه ما فيه وش حوب المرض ده رقم واحد قالك رقم اتنين وعمل لك عليها دايرة هي قالك محمد سبحان الله شعره وقع وحواجبه ما قعدش من الكيماوي طبعا بعد عنكم أي حد تعامل مع الكيماوي أو يعرف قصة الكيماوي ما بيفرقش الكيماوي ما بين الشعر الراس وشعر الحواجب يعني بيوقع الشعر كله بشكل عام يعني فالناس ابتدوا يقولوا ايه احنا حاسين ان الموضوع الولد ده بيجدب وابتدوا يمشوا وراه وحاولوا يوصلوله محمد انت فين يا محمد عايزين نوصلك محمد ما بيردش محمد جيرانه قاله ده كذاب ناس من قريبه قاله ده كذاب ابتدت الناس تقوله ده كذاب فالناس اللي كانوا متعاطفين معاه طبعا كله من قلبه ضده مية في المية وقالوا يعني احنا ما تصورناش في الدنيا ان حد يعني يكذب كده بهذا الشكل ويدعي على نفسه انه عنده مرض خطير زي السرطان وبيموت عشان يجمع تعاطف الناس او عشان يتشهر او عشان يبقى ترند على السوشيال ميديا النيابة الحقيقة لما عرفت الموضوع اتحركت وناس كتير على فكرة راح يتقدمت بلغات ضد محمد يعني النيابة مبارح قبضت على محمد وتحبس اربعة يام على زمة التحقيق واول سؤال تسأله يا ابن انت عملت كده ليه شاب 22 سنة وازاي تدعى لنفسك كده وتجدب ليه قال لهم عشان عايز يبقى ترند عشان اتشهر عشان الناس تعرفني عشان يبقى فيه تفاعل على صفحتي السؤال الغريب والعجيب اللي انا عايز حضراتكم تتواصله معنا فيه تفتكروا ممكن الانسان يوصل بيه حال انه هو يعمل كده عشان يجمع عشان يبقى ترند او عشان يتشهر او عشان يتعرف طبعا الانسان ممكن يوصل لكده اه ما هو وصل محمد وصل او انه هو عمل كده لكن تفتكروا الانسان ممكن يوصل لكده ليه يعني ايه اللي يخلي شاب زي ده يعني شاب وسيم وحلو وواضح ان هو يعني لبسه كويس وواضح ان هو عنده صفحة وليه صحاب وليه اصدقاء وكل حاجة يعمل في نفسه كده ويدعي على نفسه كده عشان يلم شوية تعاطف او عشان يلم شوية اعجاب او عشان يلم شوية شهرة من على الفيسبوك يعني الحقيقة محتاج اراءكم ومحتاج ان انا اسمع اراء حضراتكم سواء من خلال ارقام التليفونات اللي هتبقى موجودة معينا على الشاشة او من خلال الفيسبوك صفحتنا على الفيسبوك ctv